السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلسلة جديدة في القناة تحت عنوان التفكير البرمجي هذه السلسلة مهمة جدا وقد أعتبرها أحسن سلسلة ستكون في القناة لماذا؟ لأن هذه السلسلة هي كل شيء التفكير البرمجي فالكثير من الأشخاص يواجهون مشكلة عند بدايتهم في تعلم البرمجة فهو يتعلم لغة معينة ويعرف السنطاكس الخاص بلغة برمجة معينة لكن المشكل ليس هنا المشكل يواجهه في تطبيق تلك اللغة في الواقع فهو لا يستطيع أن يقوم بحل مشاكل برمجة بتلك اللغة أو أن يحل حتى تمارين بسيطة هو يعرف المسغيرات ويعرف الشرط هذه الأمور كسنطاكس فقط لكن لا يعرف أن يستخدمها حتى يقوم بحل تمرين أو يقوم بحل تحدي وهذا الأمر مهم جدا في المشايا البرمجة فالمشايا البرمجة فهي في عدة مشاكل البرمجة ويجب أن تصل إلى عدة حلول البرمجة وقلت لكم في فيديو سابق في القناة أنني شرحت التفكير البرمجة وما هو هذه الأمور كيف تكتسبه وقلت أن التفكير البرمجة هو المهم في المشايا البرمجة والذي يساعدك في بناء تطبيقات ومواقع برمجة والتفكير البرمجة تكتسبه بالتمارين وبكثر التمارين وبكثر التحديات وهذه الأمور إذن هذه السلسلة إن شاء الله ستكون خاصة بالتفكير البرمجة وكيف تفكر كمبرمج لحل مشاكل معينة السلسلة سنعتمد على لغة بايثون لماذا؟ لأن في القناة توجد دورة خاصة بالبايثون من الصفر ومهم جدا أن أي شخص لم يدرس بايثون فليدرس لغة بايثون في القناة ويعرف الأساسيات يعني أن يقوم بالدخول إلى بلايليست الخاصة بالقناة ويقوم بالذهب إلى الجزء الأول من تعلم لغة بايثون 3 الأساسيات يعني يتعلم الأساسيات جيدا ثم ينتقل إلى هذه السلسلة لأنها تكملة للأساسيات ثاني شيء هو ستكون إن شاء الله في القناة عشر تمارين ستكون هناك تمارين سهلة وتمارين متوسطة وتمارين صعبة هذه التمارين لن أقوم بوضع تمارين وأعطيك الحل فقط بل سأعطيك كيف تفكر يعني كيف نفكر حتى نحل تمارين برمجي وكيف نصل للنتيجة وكذلك نصائح مهمة جدا إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك واتبعوا القناة للجديد وإلى اللقاء